كيف هي الصورة الآن ونحن في الجولة الثانية للتصويت بعد أن انتهت الجولة الأولى بعدم وجود الثلثين نعم زميلي يعني لربما الصوت يتقطع غير واضح ولكن أنا فهمت مضمون السؤال لغاية الآن عملية الجولة الثانية فيما يتعلق بالتصويت السري مستمرة هنا في القاعة الكبرى داخل مبنى مجلس النواب ونحن ننتظر نهاية هذه الجولة خصوصا بعد انتهاء الجولة الأولى وبروز الأرقام بشكل واضح بدخول 277 نائبا إلى الجلسة الأولى والقيام بالإدلاب بأصواتهم للمرشحين المرشحون كانوا 41 مرشحا تقسمت الأصوات على عبداللطيف رشيد ب156 صوتا وسيد برهم صالح ب99 صوتا وبقية المرشحين أيضا حصلوا على أصوات أخرى فبالتالي نحن الآن في الجولة الثانية الجولة الثانية هي بين سيد برهم صالح وكذلك سيد عبداللطيف رشيد خصوصا وهم حصلوا على أعلى الأصوات بالتالي تبدأ عملية الانتخاب بينهما من جديد بانتظار وصول من يحصل على الأعلى أصوات بينهم من أجل الظفر بالمنصبات الجولة الثانية أيضا بدأت بنصاب تحقق خصوصا وأن المحكمة الاتحادية حددت النصاب بـ 220 نائبا بالتالي هذا الأمر تحقق في الجولة الأولى بـ 269 نائبا أو 277 نائبا بعد ذلك أصبحوا والآن تحققت في الجولة الثانية بـ 242 نائبا بالتالي نتحدث عن زيادة بـ 22 نائبا عما يفترض أن يكونون حاضرون في الجلسة وكذلك التصويت في الجولة الثانية ننتظر خلال هذه الدقائق الانتهاء كم من المتوقع بدر أن تستمر هذه الجولة من وقت؟ هذا اليوم البدء بعملية فرز الأصوات وبيان من حصل بدر هل تسمعني؟ بين المرشحين بدر كم من المتوقع أن تستمر هذه الجولة إذا ما قرنت بالجولة الأولى؟ الصوت غير واضح إذا أمكن إعادة السؤال رجال؟ مرة أخرى أسألك عن الجولة الثانية كم من الممكن أن تستمر كوقت إذا ما قرنت بوقت الجولة الأولى؟ يعني زميلي منطقيا هنا وكذلك حتى فيما يتعلق بجدول الأرقام قد لا تتأخر الجولة الثانية بوقت طويل وكبير خصوصا وأنها تتعلق على انتخاب لمرشحين إثنين بالتالي تكتمل عملية التصويت للمرشحين ومن ثم البدء بعملية فرز الأصوات ومن ثم الاحتساب على لوحة تسمى بها الصبورة وبالتالي سيتبين من حصل على أعلى الأصوات فيعني لغاية الآن نحن ننتظر يعني الجولة الثانية بدأت عند الساعة الرابعة وعشرة دقائق يعني لغاية الآن ساعة تقريبا مضى على الجولة الثانية فبالتالي نحن الآن في الدقائق الأخيرة للجولة الثانية فيما يتعلق بالانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ننتظر في هذه الدقائق انتهاء عملية التصويت أيضا السري هنا داخل مجلس النواب خصوصا أيضا نتحدث عن أطراف خرجت من الجولة الثانية فيما يتعلق مثلا بتحالف الجيل الجديد هو قاطع الجولة الثانية ولم يشارك في عملية الانتخاب بالجولة الثانية بالتالي أصبح العدد أقل فبالتالي قد يستغرق الوقت أيضا أقل في عملية الحصب نعم يعني إن كنت تسمعني أختم معك بهذا السؤال هل كان مفاجئا ما حصل في الجولة الأولى من تقدم لسيد عبداللطيف رشيد أم أن الأمر كان متوقعا وهل هناك توقعات بأن يختلف أي أمر في الجولة الثانية بحكم معرفتك واطلاعك على الأمور كلها يعني قد لا تكون هناك ثوابت في عرف السياسة ولكن التوافقات كانت حاضرة المؤشرات كانت ظاهرة فيما يتعلق بالاتفاق على مرشح تسوية وهو سيد عبداللطيف رشيد خصوصا بعد تنازل الديمقراطية الكردستاني عن مرشحه ريبر أحمد وأيضا إعلانه بشكل رسمي التنازل عن الترشيح بالتالي أغلب القوى السياسية تجهت نحو اليوم الذهاب لدعم مرشح الاتحاد أيضا هو عبداللطيف رشيد هو ليس من الديمقراطي الكردستاني ولكن ليس من الاتحاد الديمقراطي عفوا فبالتالي اليوم الاتحاد هو لغاية الآن مصر على برهم لم يتنازل عن برهم صالح ولكن كل المؤشرات كانت تشير بأن قد تميل الكفة لصالح عبداللطيف رشيد وبالتالي هذه النتائج ظهرت كما كان يتوقع عدد من النواب هنا ننتظر أيضا التوقعات فيما يتعلق بمخرجات الجرسة الثانية التي قد لا تبتعد كثيرا عن المخرجات الجرسة الأولى وهنا نتحدث عن الجولات فيما يتعلق بالانتخاب يعني الدقائق قليلة تفصلنا عن نهاية الجولة الثانية ومن ثم البدء بعملية فرز الأصوات وبالتالي الاتجاه إلى احتسابها وبيان مخرجات الجرسة أو الجولة الثانية فيما يتعلق بالانتخاب اشتركوا في القناة